مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب يقول الرب موصياً كل المؤمنين أن لا تسرق فهذه هي الوصية الكتابية التي يعرفها الإنسان ولا يوجد إنسان على وجه هذه الأرض لا يعلم أن الكذب خطية إلا أن الإنسان بطبيعته أنه شرير فهو يسرق وتوجد أنواع كثيرة من السرقة وأنواع من الحرامية كثيرين يوجد حرامية متخصصين في سرقة الفلوس وحرامية متخصصين في سرقة الحسابات البنكية وحرامية متخصصين في سرقة صفحات الفيسبوك وحرامية متخصصين في سرقة الإبل والجمال إلا أنه أغرب أنواع الحرامية هما الحرامية الذين يسركون النبوات ويحاولوا أن ينسبوها إلى رسول الإسلام عش كده موضوع حلقة اليوم هو حرامية النبوات لصوص يسركون النبوات ويحاولون أن يلصقوا هذه النبوات برسول الإسلام دي رغبة المسلم هو نفسه يجد نص في الكتاب المؤدس يشير إلى رسول الإسلام فيحاول يلو النصوص ويغيرها ويبدل تفسيرها ويقصب النص بحسب فكره أن يقول اللي هو عايزه حرامية النبوات أو حرامية النبوات والنهاردة هتكلم عن نص واحد شفنا قبل كده أنه كلام موسى لما قال موسى أنه الرب يقيم لكم من بين إخواتكم نبي مثلي تسنية تمنتاشر تمنتاشر وحلقه حلاوة وكله مجتهيات ويعني وادي البكاء وكثير من النصوص اللي حاول المسلم جاهداً أن يقول لك آه دي بتشير إلى رسول الإسلام لكن أغرب هذه النصوص أغرب هذه النصوص هو إشارتهم إلى النص الذي يتحدث فيه الرب يسوع عن مجيء الروح المعزي روح الحق ويقول لك أن هذا النص في صفر في إنجيل يوحنى يشير إلى رسول الإسلام مع أن الرب يسوع ألها بكل وضوح ولا يمكن أبداً أنه يناقد نفسه عندما قال أنه سيأتي بعد أنبياء كذبة كثيرين فمش ممكن أبداً يكون ربي يناقد كلامه يقول أنه هيأتي بعد أنبياء كذبة وبعدين ييجي وياخد المسلم النص المتخصص في حديث المسيح عن الروح المعزي وينسبه إلى رسول الإسلام ده بالضبط التشبيه اللي عندي الصورة دي الصورة دي بتوضح لنا حرمية النبوات حرمية النبوات هو عنده نص فيه القرآن بيقوله أنه فيه كتاب أنزل الإنجيل الذي أنزل على المسيح وأنه فيه هذا الإنجيل أنه المسيح تنبأ عن مجيء محمد فهو لازم لازم هيحاول جاهداً يطلع من الكتاب المؤدسة الذي هو لا يؤمن به ولا يؤمن بمصداقيته ويؤمن أنه كتاب محرف مع أنه عكس كل هذا إلا أنه حتى الكتاب محرف يريد أنه يخضعه لكي ما يخرج منه ما يثبت إيمانه حرمية النبوات امسك حرامي امسك حرامي النهاردة هكمل مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت اللي كلمنا فيها أيضاً عن حرامي النبوات ولما خد سفر تسنية 18-18 كلمت عنها بالتفصيل لكن المرة دي هتكلم عن نبوة أو كلام المسيح عن مجيء الروح المعزي كلام الرب يسوع للتلاميذ الذين كانوا مضطربين وخائفين لأن المسيح لو المجد أخبرهم بأنه زاهب إلى الآب فنسمع أحد اللصوص يتحدث عن أنا هنا لا أتحدث عن صفة شخصية لا أعرف لكن أكلم على المبدأ نفسه سرقة النبوات ونسبها إلى رسول الإسلام نسمع ببعض أنه بقلب الإنجيل أيها سيدنا المسيح عليه السلام بإنجيل يحنى ترك نبوة لكل أتباعه يلي آمنوا فيه وتبعوه ترك له النبوة من بعده أنه رح يجي حدا فقال بهذه النبوة وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تنضي لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية شوفوا دا من أغرب من أغرب الأمور ودي يعني أغرب أنواع السرقة هذا النص أي واحد يقرأ أي شخص يقرأ بأمانة لا مش لازم يبقى خريج كليات لهوت ولا لازم يكون دارس متعمق في الكتاب المؤدس ولا اللي يقرأه دا بيتكلم عن الروح القدس الروح المعزن إلا إنه الشهوة الإسلامية والرغبة الإسلامية فيه أن يجدوا نص يلووه ويبدلوا فيه علشان يناسب رسول الإسلام دي أنا ما شفتهاش قبل كده أنا حرمية النبوات دول قبلتهم أو لما الواحد بدأ يدرس يعني أو يتفرج على فيديوهات الدعاة والمدافعين عن الإسلام ومنهم واحد هذا يعني دون مثلا بيقول إنه هو كان مبشر مسيحي على طول ما دم بيئي مسلم يجب أن يقول لك مباشر يريد أنه هو كان متعمقا في المسيحي لكن حتى النص دا لو جبته شمال ويمين مش ممكن ينطبق وأنه أقول لي على رسول الإسلام لكن هيقول لك هو إيه الأسباب اللي خلته يؤمن أنه هذا النص يشير إلى رسول الإسلام نسمع الفيديو الثاني فأول نقطة الإيتة من النبوءة بيقول المسيح للتلاميذ خير لكم أن أذهب فإن لم أذهب لا يأتيكم المعزي فأول صفة للمعزي لما بده يجي الشرط أنه يجي أنه سيدنا المسيح يروح وقال لهم خير لقلكم أن يروح لأنه إذا أنا ما رحت ما بيجيكم المعزي فبحثت عن الروح القدس هل هو إجاب بعد سيدنا المسيح عليه السلام متل ما تفسر ونقال ولا هو كان قبل سيدنا المسيح عليه السلام فألقيت أنه بمكتوب بالإنجيل إنجيل لواء أنه السيدة مريم لما دخلت على الإصابات وهذا الشيء قبل ما يولد سيدنا المسيح كانت السيدة الإصابات عليه السلام كانت حامل فلما دخلت سيدة مريم وسلمت عليها وسمعت الإصابات سلام مريم قالت ارتقض الجنين ببطنها تحرك وامتلأت الإصابات من الروح القدس طيب فهون أنا قلت أنه المسيح عليه السلام قال أنه الروح القدس لازم لازم أنا فل كرمال يجي هيدا المعزي والروح القدس كان موجود أصلا قبل من المسيح عليه السلام طيب يقولك أنه المسيح قال أنه لازم يفل لازم يذهب قبل ما هو يأتي المعزي لكن المعزي كان موجود الروح القدس كان موجود وهنا فيه عدة اخطاء اول حاجة انه نزع ايات من سياقها ده العادة بتاعات الشخص المسلم انه ينزع ايات من سياقها ونزع النص ده من سياقه لم يدرس السياق لم يدرس القرينة لم يدرس النص كله بتكلم عن ايه من اول يحنى 14 ويحنى 15 وفي يحنى 16 ده ما يهمهوش تاني حاجة الجهل بمن هو الروح القدس وعمل الروح القدس لما يقول الرب يسوع انه يذهب لكي ما يرسل لنا الروح القدس ليس معناه ان الروح شخص مسيح يعلم ان الروح القدس له دور في العهد القديم كبير جدا دوره مع الانبياء دوره في الملوك دوره ايضا في كتابة الوحي الروح القدس موجود لكنه لما الرب يسوع يسوع بيقول انه خير لكم بمعنى ان الروح الكدس هيكون سكناه في قلوب المؤمنين جميعا وليس في اشخاص محددين الرب كان بيستخدمهم في العهد القديم فلا يوجد عمل الهي في العهد القديم تم منفصلا عن عمل الروح الكدس من انبياء من رسالة من كتابة وحي كل ده موجود عمل الروح الكدس لكن لما الرب يسوع بيكلم هنا بيكلم انه اه انا مش هتركه يا تامة الروح الكدس هيسكن فيكم في هنا يعني ازهار لعمل جديد في العهد الجديد للروح الكدس لكن هو مش عارف الموضوع ده يعني اي مفروض انه زي ما هو بيقول انا كنت مبشر مسيحي صابق انه على الاقل تبقى فاهم يعني الروح الكدس كان دوره ايه في العهد القديم وعمله ايه ده الروح الكدس موجود منذ الخليق لانه طبيعة الله هو الروح الله ده نقرأ في تكوين واحد ان الروح الله كان يرفع على وجه المياه انما الجهل بمين هو الروح الكدس وعمل الروح الكدس ده ده مصيبة كبيرة طيب شوفوا بقى هنا كمان ده نقطة هو لا يريد ان يتحدث عنه وانا اللي حاولت في الايات الجادية هوريكم انه حلول الروح الكدس مرتبط بالتلاميذ يعني وانا اطلب من الاب فيعطيكم يعطيكم مين يعطي مين لمين هنا بيكلم للتلاميذ فيعطيكم معزيا اخر ليمكس معكم الى الابد الى الابد فين رسول الاسلام ده مات وتحلل من زمان روح الحق فهو روح الذي لا يستطيع العالم ان يقبلوا لانه لا يراه ولا يعرفه واما انتم انتم مين التلاميذ فتعرفونه لانه ماكث معكم اهو حتى لما راحوا يكرزوا الرب يسوع ارسالهم كانوا مؤيدين بالروح الكدس وعملوا معجزات لكن هناك في العهد الجديد بعد اما يكمل المسيح عمل الفدائي الروح الكدس هيسكن بالمؤمنين واما المعزي واما المعزي فهو بيحط له تعريف واما المعزي مين المعزي الروح الكدس الذي سيرسله الاب باسمي الاسلام لا يعرف حاجة اسمها الاب الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم يعلم مين التلاميذ كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم الكلام هنا موجه للتلاميذ التلاميذ هم اللي يختبروا مجيء روح الكدس وسكنه وبداية الكنيسة دي القرينة ومتى جاء المعزي الذي سيرسله انا اليكم لتلاميذ لتلاميذ من الاب مرة تانية بيعرفه لنا مين هو روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد ليه وتشهدون وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء يعني اي واحد بامانة اي واحد مجرد بيقرأ دون انه يكون يعني عايز يلوي النص اللي مصلحته اي شخص مجرد يقرأ النص ده اراية يعني بسيطة سطحية ايقول مش ممكن يكون النص ده بيتكلم عن رسول الاسلام دجنان فعلا دجنان الاسلام محى التفكير المنطقي عند الانسان لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبت ارسله اليكم التلميذ الزمان لمن تحدث الرب يسوع ولماذا الرب يسوع تحدث الى التلميذ ولماذا لانهم كانوا مضطربين ومنزعجين لان المسيح له المجد اخبرهم بانه صعيد الى الاب وانه سوف يتركهم في اي زمان يأتي المعزي في زمان التلميذ يعني ده هو ده هو الرب يسوع قال لتلميذه ان لا يبرح ارشليم قبل موعد الاب لا يبرح ارشليم قبل موعد الاب قبل ما يأتي الروح القدس ويحل عليهم مش بعد ستمائة سنة كلام موجه لتلميذ وتحقيق ده رأيناه ونراه في سفر عمل الرسل ده اصحح اتنين انما يتلو الناس ويتشوه الحديث عن ما هو اسمى عن شخص الروح القدس شخص الله الى انه يتحول ليشير الى رسول الاسلام بأي صفة بأي صفة ده يعني سوري ده انتو مش بس حرمية وفيما هو مجتمع معهم ده رب يسوع اوصاهم ان لا يبرحوا من ارشالين بل ان ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني لان يحنى عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير فيه اوضح من كده بجد فيه اوضح من كده مفيش اوضح من كده طيب مش كله كبيرة كمان هنا بتكلم عن القاب المسيح بتكلم والمسلم لا يعرف حاجة اسمها القاب نهائي الاطلب من القاب فيعطيكم معزيا اخر لما نكلم عن اخر بمعنى من نفس الطبيعة من نفس الجوهر مثلي نكمل او بانجيل عن الله تاب هلا اذا بسأل اي انسان مسيحي انا شوفي بعد هالحياة بيقول لي ما بعرف ما حدا راح راح يخبرنا فهل انا ما امنت بالمعزي الصحيح يلي بده يجي يخبرنا كل هال اشي هون بقى هيدا الشي ما بينطبق على الروح القدس لانه الروح القدس نزل بعد خمسين يوم من صعود المسيح الى السماء بيقلسن من نار على التلاميذ وصاروا يتكلموا بلغات عدة تاب وين خبرهم اعمال البروين وين خبرهم الخطيئة كل اعمال الشر وين بده تكون لانه ما حكيهون عن الدينون اشو بده يصير فبن خلال بحسة هيدا النقطة كمان ما بتنطبق على الروح القدس يعني بصراحة افهمتنا يعني المنطق اللي بتتكلم بي منطق يعني يسمو عن مستوى تفكرنا يبكت سوري يبكت لما يقول يبكت هنا ودي نقطة مهمة خليني اوريها لحضراتكم ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى ديننا ودي المسيح حتى التعريف هو بيقلف سياتو قال لك البر انه يورينا كل عمل صالح يعني ياخد الكلمة وبعدين يطير بيها من غير ما يكمل بيئة الاية وعلى خطيئة انه يخلينا نبعد عن الخطايا اللي بتفصلنا عنه وعني الدينونا انه يقول لنا ايه اللي هيحصل بعد دم الانسان يموت ده ده من دماغه يعني هو لو كان ارى النص ودرسه كان ريح علينا لكن هنقول لي هنقول لي وبعدين يقول لك انا كنت مبشر سابق انت تعرف انت تركت ليه المسيحية لانك ما تعرفش عنها حك صدقني انت كلما بتتكلم كلما بتثبت ان انت لا تفقه شيئا عن المسيحية رب هنا قال اما على خطيئة تعريف الخطيئة اللي رب عرفه هنا اما على الخطيئة فلانهم لا يؤمنون بي يعني انت لانك انت لا تؤمن بالرب يسوع فانت في خطيئة وهذه الخطيئة اذا استمرت في حياتك هتقودك للهلاك هذا هو تعريف الخطيئة في النص ده في كلام الرب يسوع ان الروح الكدس هيبكت الانسان على الخطيئة انه نعم الخطيئة انه لم يؤمن بالمسيح الله قدم لك الخلاص في المسيح يسوع وانت رفضت خلاص الله يسوع الذي هو الطريق والحق والحياة انت رفضت الطريق ورفضت الحق ورفضت الحياة انت رفضت فالخطيئة هنا تعريفها بحسب كلام الرب يسوع وعمل الروح الكدس ان يبكت الانسان وده اللي بيعمله الروح الكدس في حياة الكثيرين كل انسان ابن المسيح الروح الكدس بكته علشان يقبل الرب يسوع لانه لم يكن يؤمن بالمسيح انما التعريفات اللي انت بتقولها دي مش موجودة في النص طيب واما على بر فلاني ذاهب الى الاب ولا ترون اني يعني ايه الكلام ده المسيح صنع التبرير للانسان بررنا بعمله واي انسان يحتاج الى البر لن يجد البر الا في شخص يسوع المسيح لانه من يتبرر امامك اذا حاكمته الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد نحن متبررين مجهانا بدمه بالفداء بدمه بر الله الذي شهد عنه العهد الاديم بر الله الذي ظهر في يسوع المسيح واما على دينون فلان رئيس هذا العالم قد دين انه المسيح قد ادان رئيس هذا العالم وكل من على شاكلة رئيس هذا العالم وكل من لا يؤمن بالمسيح فهو يعتبر ابن لابليس هو مدان هذه دينون ان النور قد جاء للعالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان عملهم كانت شريرة من امن به له الحياة ومن لا يؤمن فقد دين بتألف سيادتك بتفنن طب يعني افتح تفسير اقرأ تفسير مسيحي انما بقى ايه اقولك الدينونة هي اخبرنا عن ماذا سيحدث لنا بعد الموت ايوه اخبارك عن ايه بقى عن الثعبان الاقرأ مش كده عن ملك الموت عن ايه لا يحصل لنا واحنا في القبر تبعا هايز يسألك سؤال بعدين يقول ما فيش واحد مسيحي سألته ها عن ايه لا يحصل بعد الموت وعارف يا راجل يعني يعني طب مش انت كنت مسيحي وعارف كتاب مؤدس طب كتاب مؤدس مليان ده ده الرجاء الوحيد في اي يعني اه لأي شخص بعد الموت هو في المسيح يسوع ليش ده ها انا انطلق واكون مع المسيح ده كرونس الاول 11 ده قيامة المسيح ده ما جيه المسيح التاني كل صفر الرؤية انا ما عرفش انت سألت مين انت سألت شخص مسلم بالغلط وبعدين عايز اسألك سؤال انت شخصي هل انت عارف انت رايح فين بسألك بجد فعليا هل حضرتك تعرف متأكد انت رايح فين هل تقدر تضمن غدر الله مكر الله مكر الله انت بتعمل كل اللي ربنا عايزه منك اللي قالك عليه بس اللي اخر لحظة في حياتك انت لا تعلم الى اين تذهب ما عندك شو رجاء ولا يقيم لانه مبني عليك انت اما نحن فعمل المسيح كل شي المسيح عمل كل شي طيب شوفوا الفيديو اللي جايد اسمعوا السالس قرأت كتابا يحكي عن المسلم يجب أن يصوم يزدك وتصدق و الى اخره وان لا يضمن مكر الله فما المقصود بمكر الله يعني مع كل الاعمال الصالحة لا يأمن مكر الله المعنى ايه يا شيخنا نما لا يأمن غضب الله ولا يأمن حسن الخاتمة من سوء الخاتمة والعياذ بالله ولذلك الانسان الذي دائما يعمل الصالح دائما تجد يتهم نفسه بالتقصير هذا ما قاله سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما اتاه السلام رأسا من الله السلام يقرئك السلام يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال لو كانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله يعني لو رجلي في الجنة ورجلي خارجها ما امنت مكر الله وتيجي حضرتك تكلمني عن انه عندك المعلومات الكفاية انت عندك اليقين شفتوا قد ايه تزوير مش بس السرقة لكن تزوير في النص الكتابي سرقة نص وتزويره وتشويه شوفوا بقى يقولينها ينكمل بقى معاه الحدودة بتاعتنا لانه شكله مطول شوية معنا نسمعه هل لانه هيدا بده يجي بعده بده يجي لكل العالم مثل ما قال اخذ العالم على البر والخطيئة والدينونة رجع قال سيدنا المسيح عليه السلام فمتى جاءه ارشدكم الى الحق كله تب ليه قال ارشدكم الى الحق كله هل بعد خمسين يوم بس من صعود المسيح الى السماء بده يصير في هالأد باطل حتى يرشدهم هيدا المعزي للحق يعني هل بده يدغر ينراح الحق ياللي زرع سيدنا المسيح ببني اسرائيل بعد ما بين للناس الشريعة وبين كل شي اكيد في زمن بده بعد صعود المسيح الى الزمن بده يكون في زمن حتى يجي هالمعزي يرشد الناس الى الحق كله لانه عم بيقلهم المسيح عليه السلام من بعد ما انا فيل بده يصير فيه باطل كتير مشان هيك هيدا المعزي بده يردكم للحق ياللي انا جيت عليه وانا هدليتكن عليه هو بيفرش فارشة هو يعني الفارشة بتاعته دي عايز يوصل الى نقطة مهمة اوه انه اكيد بعد المسيح لازم تكون في فترة طويلة مرت الناس ضلت فيها كويس فيأتي بعد ستمائة سنة من يرشد الناس مرة تانية الى الحق دي الفارشة العايز يفريش عشان تعرفوا بس وبعدين نرشدكم الى جميع الحق لانه يأخذ مما لي وايه ويخبركم يعني نفس كلام المسيح وهنا اشارة الى عمل الروح القدس في حياة الممنين اللي خلى التلاميذ في خدمتهم وكرازتهم وحياتهم واعلانهم لموت المسيح وقياماته ان كل دا يكون واضح في حياتهم كوضوح الشمس او الروح القدس روح الحق اللي حفظ التلاميذ في رسالتهم رغم كل التحديات للدرجة انهم وضعوا انفسهم من اجل رب ماتوا واستشهدوا كلهم فيما عدا يوحن الذي نفيا في اخر ايام لكن هو عايز يوصلك الى حقيقة ما ينفعش يكون خمسين يوم ما ينفعش يكون خمسين يوم هو عايز يبقى لازم يعدي مئات السنين ما بين المسيح علشان يحاول يثبتلك ان المقصود في النص هو رسول الاسلام وليس الروح القدس طيب خلينا واما المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يبقى هايزكرنا شكرا التلميذ تذكروا كل كلام المسيح ولم يغيروا كلمة من كلمات المسيح ومتى جاء المعز الذي سيرسله انا اليكم من الاب بروح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي خلينا اسأل سؤال هالرسول الاسلام جاء بالحق truth الحق طبعا لا ينطبق حسب ايماني هل ذكرنا بكل ما قاله يسوع لا على الاطلاق ده قدم لنا يسوع مزيف قدم يسوع مزيف مثلا رسول الاسلام الاسلام كان نقيد المسيح وعلم عكس تعليم المسيح لا يوجد شيء في الاسلام يساوي تعليم المسيح نهائي جاء ماذا بركة واحد لعن واحد غفران واحد لعنات ماذا قال رسول الاسلام عن النساء والزواج والطلاق مناقض للمسيح مناقض للمسيح يعني ابيض ويسود ماذا عن الحرب والجهاد مناقض للمسيح فيش حاجة جابها الاسلام في الحرب والجهاد تشابه تعليم المسيح سمعتم انه قيل لا تقتل ومن اقول لكم ان كل من قال كلمة رديئة او قال يا رقا فهم استوق ابن جهنم سمعتم انه قيل تحب عدوك تحب قريبك وتبغيب عدوك اما انا فاقول لكم احب اعدائكم بارك لعنيكم احسنوا الى مبغديكم وصلوا لاجل الذين يسئون اليكم ماذا عن معاقبة الخطاه الذين كانوا مستعدين للتوبة الرب 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 يدعو كل التائبين لحياة جديدة الاسلام لا دبح ماذا ماذا عن خلاص الانسان الانسان مناقض لعمل المسيح لم يأتي شيء به لم يأتي شيء لم يأتي رسول الاسلام بشيء مشابه للمسيح طيب اخد الاخ هاجوب هلو 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 سلام المسيح حبيبي سلام المسيح معنا كيفك حبيبي كيف اخبارك نشكر رب مش تاعدك وانت كمان خليك يا ربي خليك وفرح عالبك ربنا يباركك يعني يعني كل ما تتكلم بس ما يفعلش لتعالج مع الاسف الشديد عم نحاول للأسف الشديد نعلمهم ولكن للأسف الشديد التعليم باغ طب هنعمل يمكن التكرار المكاملين الرب عم بيعطينا نعم دايما بدون للإخوة المسلمين أنه اسم محمد موجود في التوراة والإنجيل في اسم أحمد ولكن اتحر وبصحيح العبارة أنه يعني لكتبهم أنه طمس اسم محمد وألغى وجود وبقول لك لا يزال أنه بعض الدلائل أنه موجود وإلى آخره مثل على سن المساء نعطي الفراقليط أو الفراقليطس مثلا اللي هي الآية القرآنية بتقول لك في السور في الصف الآية 6 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله من بعدكم مصدقة من بعد رسول اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين طيب وبرضه في عندهم أي طرآنية دائما بقول لك افتشهدوا فيها دائما وهي للأسف الشديد المسلم ما بعرف الشيء قوىها للأسف اللي هي في سورة العراف الآية 157 بقول لك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أكرت على كلمة الأمي الذين يجدون عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل طيب من الموجود في التوراة والإنجيل هل هو هذا الكلام طيب في سفر التسمي بقول لك يقيم لك الرب وإله كنبيا من وسط إخوتك مثلي له تسمعون وأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثله وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل ما هذا الطالق على هذه الآية الجميلة العدد الجميل محمد ليس مثل موسى وليس من وسط إخوته اليهود وليس من أصباط من إسرائيل والمؤمنين بالرب لله فاليهود بالنسبة لهم هم أحفاد القرد والخنازية بالنسبة لهم كما تمهم القرآن وهذا الكلام ومحمد ظهر من وسط العرب وبدوا قراءة الوسنيين معروف هذا الكلام وأيضا هو أيضا من ناس الإسماعيليين فهذه الآية لا تخص محمد بشيء يعني بصحيح العبارة فالنسبة تشوفها بنجاح طيب نيجي لكم شغلة ثانية الوعد الإلهي الوعد المقدس الذي وعده رب المجد رب الخليقة ورب الناس جميعا أنه هو أما المعزي عرف القدل الذي يرسله الآب بإسمي فهو يعلمكم بكل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم طيب من المرسل هنا هو الآب بإسم المسيح نعمة قال الإشي الآب بإسم المسيح طيب متى جاء المعزي الذي أرسله أنا أليكم من الآب روح الحق الذي من الآب ينبث فهو يشهد طيب المرسل هنا والمتكلم هو المسيح وروح الحق هو المنظهر من الآب فالمسيح هو الآب نفسه والآب والإبنهم من المسيح من المكتوب في الكتاب المقدس أنا والآب واحد فمن رأني فقد رأى الآب نحف انتهى في صحيح العبارة طيب يعني أنتوا فاهمين الموضوع غلط يا مسلمين ومش فاهمين أي شيء من هذا القبيل يعني المعزي مش محمد هو 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 النص نفسه عرف لنا المعزي الرب يسوع له المجد عرف لنا المعزي روح الحق وقال لتلاميذ إنه يحنى عمدكم بالماء فانتوا تنتظروا في أرشاليم لا تبراحوا من أرشاليم حتى يأتي الروح المعزي مزبوط يعني هو هو وضحها هو ما سبهاش كده الرب يسوع اتكلم بوضوح النص واضح بس للي يفهم مين ليس مزبوط ما هو طيب المسيح يقول لك ما تجاءكم روح الحق نصلي ان رب يعطي فهما نصلي وارجدكم إلى الحق لأنه لا يتكلم بشيء من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث وبعدين رسالته الأساسية رسالته الأساسية أنا بس أسأل لجميع المسلمين بسيحة لا تسمعني في الوقت الثالي خالص محمد لم يتنبأ أبداً بعلم الغير محمد قال لا أدري ما يفعل بي ولا بيكم في سوق لحقا في الآية تسعى قل كنت بدعم من الرسلي لا أدري ما يفعل بي ولا بيكم فهو ما يعرف شو يحصل فيه مش عارف هيصل إيه معامل طب هل هو فعلاً قال هاي اعترف عظم الإنسان والأعترف سيء للأزلة معروف هذا الكلام طيب برضو يعني مفيش إلا غير رب يسوع المسيح وهذا الكلام محمد لم يمكث مع السلامية إلى الأبد ولا يستطيع إنسان عاش ومات مسموم أنا مش بتكلم يعني بتشاهد من عندي لا محمد مات مسموم يا إحمد الخير نعم وسموما بعمر 63 سنة بينما الروح القدس الممبثق من الرب لله أذلي أبدي سرمدي لا بداية له ولا نهاية ده وماكث معنا من ألفين سنة لحد الواس وبعدين إرسالية الروح القدس إرسالية ذاك يمجدني نعم محمد لم يمجد المسيح محمد شوه المسيح نعم شوه شوه في القرآن أنا بقولها بعض ما تلسأ في هذا الكلام القرآن شوه صورة المسيح وشوه صورة السيدة العضواء الضاهرة مع في صورة العضواء أدم لنا مسيح مشوه مزيف نعم أدم لنا مسيح مشوه وأنا مستعد أنا أطلع في بس مباشر على الفيس بوك وأقول أن المسيح مشوه في القرآن يا مسلمين في هذا الكلام شكرا شكرا لك أخيكم شكرا لك بنبسط دايما بمداخلتك رب يباركك حبيبي ويستخدمك كثير رب يباركك أخذ مداخلة أخرى الأخ أندرو ألو أيوة ألقيت أشرف أيوة معاك بس عندي تعليق بسيط أيوة فضل في النص اللي أنت أريته في إنجيل يحنم و لنفترض أنه بعدما جارت صورة الإسلام هل هل علق في النص في النص اللي أنت أريته مثلا هل إيه يعني هل هو علق في النص نص يعني يعني نحن بيشوف المسلمين بيعلقوا بيقول مثلا الروح المعزلة هو هو رسول الإسلام طيب طيب وافترضنا أنه رسول الإسلام جاه هل هو علق في هذا النص لا لا ما تكلمش عنه خالص لا طيب يعني إزاي هم يعلقوا في في الناس لأنه لأنه غير أنت تعرف تعرف المثل اللي يقولك الغرآن يتعلق بأشايا فهو المسلم غرآن هو في ورطة ورطة أنه عنده آية في القرآن بتقولك إنه الإنجليل ذكر اسم أحمد ومحمد وتنبأ عنه فلكن مش موجود يبقى لازم يدور على نص لازم يدور على نص آخر ويشوهه ويثبت صحة القرآن هو في ورطة أشكرك أخي أندرو شكرا لك شكرا لك طيب نكمل فعلا الرسول الإسلام أنكر طبيعة طبيعة الله الواحد متلس الأقنين أنكر لهوت المسيح وطعن في لهوت المسيح شوه معنى ابن الله وجعله معنى جسدي أنكر موت المسيح وفدائه لم يبقي شيء مت ذكرنا بكل ما علمه يسوع وبحياة المسيح لا لا ده كان نقيد للمسيح الإسلام نقيد المسيح ونقيد لتعليم المسيح ولا يوجد شيء في الإسلام قريب من تعليم المسيح وتيجي تقول لي آه ده يذكرنا أذكركم بكل ما قلت لكم ده تشير إلى رسول الإسلام ملوش علاقة أساسا هو لم يعرف المسيح ولم يقبل المسيح بل طعن في المسيح وقدم المسيح مشوه حسب شهواته ورغباته طيب كلام كله هنا في النص ده عن روح الكدس أي قارئ عادي عنده منطق فكر هيقرأ النص ده هيطلع منه ده الكلام ده عن روح الكدس لأن المسيح عرف مين هو بيتكلم عن مين الرب يسوع نفسه عرف هو بيتكلم عن مين روح الحق الروح الكدس لكن لأنه لأنه هناك يعني رغبة في سرقة النص فبيحاول أنه يلوي النص بطريقته ويجعل النص يقول اللي هو عايزه يقوله مش النص بيقول إيه نكمل معزي آخر شوفوا بقى الرب يسوع الكلب معزي آخر أي من نفس طبيعة وجوهر الرب يسوع يمكس معنا إلى الأبد يمكس معنا إلى الأبد ما عشان يكون أبدي لابد أن يكون أزلي صح ولا لا طب وين وين رسول الإسلام عاش كم سنة ما هو ما ينفعش الرب يسوع يقول كمان عن نفسه وها أنا معكم كل أيام وإنقضاء الظهر وما يكونش أزلي هو أزلي وأبدي وعشان يكون روح القدس معنا لابد أن يكون أزلي وأبدي ده وحده شخص شخص الله هو الأزلي والأبدي مش بكلم عن حد هنا غير روح الله روح الحق spirit of truth الإسلام ورسول الإسلام لم يكن روح الحق بالنسبة للإيمان المسيح بل روح الزيف والخداع وتشويه الحقائق المعزي الروح القدس قالها الرب يسوع مرات ومرات لا يراه العالم ولا يعرفه ده رسول الإسلام العالم كله عارفه وكل الذين دخلوا غزوات شافوه هو مع التلميذ ولكن سوف يسكن فيهم من يوم الخمسين ده اللي قاله يرسله الآب ويرسله الإبن معا يعلم التلميذ كل شيء ويذكرهم بكل ما قالوا لهم بمعنى إنه الوحي سكنه في المؤمنين متوقف على أن يكمل المسيح عمله الفدائي ويسعد إلى الآب ده نص كله في مجمله طيب حاجة أخرى يشهد للمسيح الإسلام لم يشهد المسيح يجي المسلم ويقول الإسلام يعني كرم مريم للدرجة إنه جعل سورة كاملة اسمها سورة مريم طبعا دي مردود عليها يعني سورة العنكبوت سورة البقرة يمجد المسيح بمعنى إنه يشاور على المسيح يعطي المجد المسيح روح الكدس ده عمله إنه يأتي بنفوس ويغير نفوس لكي ما تؤمن بالمسيح وعمل المسيح طيب أخونا ده بقى هيخدنا في لفة كده لذيذة أو زي ما قلتلكه هو إيه هو عنده غرض الغرض بتاعه عايزه يقول إنه المسيح بعد يعني هو بيؤمن إنه يعني سعد المسيح بعد صعوده المسيحين ضلوا بيس وظلوا لزمان طويل ضلين ظلوا لزمان طويل ضلين حتى جاء الإسلام كويس ورجعهم عن الضلال ده اللي هو عايز يوصله فبالتالي رسول الإسلام هو اللي هيرجعهم ويذكرهم كويس بكل ما قاله المسيح دي اللفة اللي بيلفها ونشوف اللفة دي نسمعها هل لأنه هيدا البديجي بعد البديجي لكل العالم مثل ما قال أخذ العالم على البر والخطيئة والدينونة رجع سيدنا المسيح عليه السلام فمتى جاءه أرشدكم إلى الحق كله تب لي قال أرشدكم إلى الحق هل بعد خمسين يوم بس من صعود المسيح إلى السماء بده يصير فيها الأد باطل حتى يرشدهم هيدا المعز للحق يعني هل بده يغري ينراح الحق يلي زرعوا سيدنا المسيح ببني إسرائيل بعد ما بيّن للناس الشريعة وبيّن كل شيء أكيد فيه زمن بده بعد صعود المسيح إلى الزمن بده يكون فيه زمن حتى يجي هالمعز يرشد الناس إلى الحق كله لأنه عم بيقلهم أن المسيح عليه السلام من بعد ما أنا فيه بده يصير فيه باطل كتير مشان هيك هيدا المعز بده يردكم للحق يلي أنا جيت عليه وأنا دليتكم عليه المسيح ما قالش أنه يردكم للحق لم يقل أبدا هذا قال يذكركم ويرشدكم إلى جميع الحق لأنكم بدون لا تستطيعوا أن تفعلوا شيئا إنما بقى هو الفكرة بتاعته وديلها ورهلكو في الفيديو الأخير فيه واحد وحشة قوي ضل المؤمنين ضل المسيحيين والإسلام جيه عشان نرجعهم إلى الصواب نسمع آخر فيديو طيب شو صار بعد سيدنا المسيح بعد تحليلاتي وبعد ما بحثي به هال اللي أنا عم ببحث فيه أنا بتعجبني جدا تحليلاتي وبحثي يعني بصراحة تدل على أنه يعني هناك بحث دقيق أكاديمي منطقي قام بدراسة النص من ناحية اللغوية والنصية واستخرج منه إنما حضرتك اللي أنت بتقوله ده تتحك بيه على الناس بس تتحكش بيه علينا أنت لا قريت النص ولا درست النص ولا فهمت النص أنت سرقت النص حضرتك سرقت النص بنكمل يلي أنه بعد سيدنا المسيح أجا شخص اسمه شاول هو من الكتبة والفريسيين هو كان يضطهد ويقتل كل اللي آمنوا بسيدنا المسيح فكان يقتلهم ويروح من بلد لبلد يروح يقتلهم متل ما كانوا عاملين الكتبة والفريسيين قبل وصول سيدنا المسيح وبعثته فرجعوا عمله قالوا نحنا ما عم نقدر نضل نرجع ونسكر الشريعة وملكوت السموات يلي فتحها سيدنا المسيح بوجوه الناس فنحنا خلينا مضلهم باسم المسيح عليه السلام مش باسم الكتبة والفريسيين يعني عم نقدرهم عم بيضلهم متمسكين أتباع سيدنا المسيح بدينهم فقالوا بعتوا شاول وخليه يطلع بهيدا الموضوع ويرجع يضل الناس ويسكر لهم الشريعة وبعد ثلاثمية وخمسة وعشرين سنة من صعود المسيح إلى السماء صار فيه قانون نقاوي قسطنطيني لكنيسة عملته وحقا هون تقله سيدنا المسيح عليه السلام وصار يساوي الآب في الجوهر بالقانون النقاوي القسطنطيني وانعمل الثالوث الأقدس باسم الآب والابن والروح القدس شفتوا خدنا الفين خدنا إلى جزء يعني جبار بصراحة يعني ينفع يكتب سيناريوهات بس سيناريوهات للأفلام اللي هي يعني خيالية بوليس بوليس وحش فبوليس هو اللي دخل المسيحية دخل المسيحية اليهود دخلوا المسيحية هو لم يتجدد لم يعرف الرب يسوع دخل المسيحية ومثل على إنه مسيحي وأضل المسيحيين وحول إيمانهم في شخص يسوع من مجرد إنه نبي إلى إنه إله وخلاهم يؤمنوا بالثلوس ده فكر مريض فعلا ده فكر مريض واللي يفكر بالطريقة دي محتاج إنه ربنا يتعامل معاه لأنه محتاج إلى شفاء وعلاج لأنه النص نفسه والكتاب مؤدس نفسه بيأكد لنا بوليس مات من أجل المسيح حدش بيخترع كذبه ويموت علشانها لكن هو عشان يلف اللفة دي كلها ويحاول يسرق النص من جزوره كويس وينسبوا إلى رسول الإسلام مع أنه ما لهوش أي علاقة فدي كلها دلالة أنا بصلي أنه زي ما رب يسوع قال عن خطية لأنهم لم يؤمنوا بي حضرتك هتعيش وتموت في الخطية لو لم تؤمن بالمسيح وتقبل يسوع المسيح مخلص شخص رب يباريكم وإلى اللقاء